نقرأ معك أكثر في تحديد الولايات المتحدة للزمان والمكان الذي سترد فيه على مقتل ثلاثة من جنودها في الأردن هل تسمعوني سيد حيدر؟ هل تسمعوني الآن سيد حيدر الموسوي؟ إذن سنعيد عليك السؤال ونبدأ معك إذن سيد حيدر بقراءة أوسع للمكان والزمان الذي سترد فيه واشنطن على مقتل ثلاثة من جنودها في الأردن نبدأ معك بقراءة أوسع لذلك نعم شكرا جزيلا تحديد عليك ومتابعي قناة الفلوجة الكرام يعني كما تعلمين أن الحالة الأمريكية اليوم هم يعيشون السنة الانتخابية وهناك استهزاء وتنمر كبير من قبل خصوم بايدن من الصقور الجمهوريين باعتبار أنهم يدفعوا به إلى محاولات أن يذهب باتجاه توسعة رقعة الحرب وأن تكون الحرب شاملة هذه المرة يعني تحديدا إيران وأيضا مناطق النفوذة الموجودة في المنطقة لكن في نفس الوقت يعني مقربين من بايدن وعدد من المستشارين يعني أشاروا لي بأن هذا هو فخ بحين بحذ ذاته باعتبار أنه رقعت اتساء المواجهة يعني المزيد من سقوط الأمريكان في هذا المستنقع وبالتالي سوف تكون جميع المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة وهي عبارة عن مجموعة من بنوك الأهداف سوف تكون تحت مرمى هذه الأطراف الموجودة من المتشرة في المنطقة ولن تخرج منها أمريكا إلا بخسائر كبيرة جدا لذلك يتعي جيدا أن هناك تهديد وجودي لمصالحها في المنطقة لن تقدم على خطوة اتساع رقعت المواجهة وقد تحدثت أكثر من مرة يعني إذن لن تقع في الفخ كما تفضلت وقلت سيد حيدر لكن في نفس الوقت أنها هي محرجة نعم قبل أن نتوسع في ذلك لن تقع في فخ واشنطن لكن أيضا معلوم أن عدم الرد على هكذا ضربة كبيرة يعتبر انتحار سياسي في العرف الأمريكي بناء عليه هل يمكن أن نتوقع بالضبط سقف الضربات التي ستشنها واشنطن يعني ضمن قواعد الاشتباك الضربة ضمن نفس قواعد الاشتباك لن تتعدى أن تكون ضربات متعددة سوف تأخذ مسحات كبيرة حتى وإن كانت متنوع هذه الضربات سوف تكون لحفظ ماء الوجه إن كانت واشنطن تريد الرد فعلا على موقع أطلاق النيران وتتخذ من المادة 151 من ميثاق الأموم المتحدة كبند لها فيها حقية الاستهداف باعتبار أنه يتيح لها الدفاع عن نفسها رغم أن وجودها في سوريا وغير شرعي وحتى في العراق بالمناسبة وجودها فيه إشكال كبير باعتبار أنه هناك طلب موجود من قبل الحكومة الحالية وحتى قبلها بضرورة جدولة انسحابها من العراق وكذلك قرار من قبل البرلمان الذي هو يمثل الشعب بالنهاية الرد سوف يكون ربما على مساحات متعددة لا بأس بها ولكن لن يكون كما يتصوره البعض أنه يكون رد عنيفة ورد قاسي لأنه هناك في أفس الوقت هناك أطراف مسلحة نعم إذن تستبعد سيد حيدر أن تؤثر هذه الضربة على سياق الصراع تعتبر أنها امتداد لما جرى منذ اليوم الأول للحرب حتى الآن نعم ممكن لكن واشنطن أيضا بدأت عند تعليق بيان أحد الفصال المسلحة في العراق وقف الاستهداف وهناك قد تكون هناك أطراف تنخرط في هذه الهدنة وحكومة السيد السوداني وبعض الأطراف السياسية تبدل المساعي الكبيرة بأن تحاول قدر الإمكان أن تجعل من العراق مكان هادئ بعيدا عن التصعيد هذه الأمور كلها ربما سوف تنهي مخطط عملية التصعيد الكارثي اليوم الذي يسرد في جميع وسائل الإعلام أنا لا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إدارة الديمقراطيين يعني بهذه السهولة أن ينقادوا إلى هكذا مشعور نعم هم سوف يردون الرد لا محال سوف يكون واقع حال لكن الرد ليس كما يتصوره البعض يعني الرد سوف يكون بالنهاية لحفظ ماء الوجه خاصة وأن هناك وساطة قطرية تلوح في الأفق هذا معلومة أساسية خرجت اليوم هذه الوساطة القطرية والجهد القطري الدبلوماسي الذي تقوم به عدد من الأطراف هو لإنهاء الحرب في غزة في حال حدث هذا الأمر وتمت هذه الوساطة نعتقد أن كل الأمور سوف تتوقف في المنطقة حتى الفصال الموجودة في المنطقة التابعة لإيران أو في العراق التي تستهدف الأمريكان مباشرة سوف تتوقف عن الاستهداف في حال تم إيقاف في سباق مع الوقت أيهما يسبق الضربات الأمريكية لمواقع الفصائل أم الهدنة التي تسعى قطر جهدة من أجل تحقيقها في غزة هذا ما تقصده يعني الرد لا سوف يكون موجود إن تأخرت الوساطة ولكن إن حدثت الوساطة وتم وقف اطلاق النار أنا أعتقد أن يكون هناك رد أو دعينا أوضح أكثر أن يكون هناك رد متفق عليه متفق عليه بمعنى؟ أن يكون هناك رد متفق عليه بأن يكون مساحة من الرد تقبل بها الأطراف التي استهدفت المنطقة على الشريط الحدود السوري الأردني انطلاقا من قاعدة التنف العسكرية بالمناسبة حتى هذه اللحظة التي تحدث بها المملكة الأردومينية الهاشمية لم توضح أو تعلن بأن تم هناك استهداف جنود أمريكان في داخل قواعدها وهذا موضوع ربما يشكك بهذه الرواية الأمريكية على الاعتبار أن الموقع هو ليس في الأردن بقدر ما هو يكون يعني على الحدود السورية تحديدا هي المنطقة متداخلة بطبيعة الحال شكرا جزيلا لك البحث السياسي حيدر الموسوي من بغداد